الأكوان اتصلت نالت بالقرب البركات الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله من ألطف لطائف الجمادات مع حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم جبل أحد هذا الجبل الذي يحتضن المدينة المنورة من جهة شمالها إذا نظرت إليه فتجده كأنه باصط يديه يحتضن الحرم النبوي عن بعد فكأنه حارس أو حامي لحرم رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم هذا الجبل كان له مع رسول الله أحوال وأخبار عجيبة جاء أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو داخل مرة إلى المدينة المنورة التفت بوجهه فقال هذا أحد جبل يحبنا ونحبه وجاء أنه عليه الصلاة والسلام صعد مرة على جبل أحد ومعه أبو بكر وعمر ورواية أنه وعثمان فلما صعد اهتز الجبل وتحرك فحركه أو ركله رسول الله بقدمه وقال له أسكن أحد فإن عليك نبي وصديق وشهيدان أو وشهيد يعني عمر أو عمر وعثمان فسكن جبل أحد هذه مواقف بسيطة لطيفة إلا أنها فيها عبر وفيها دروس كبيرة أولا التنويه أن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الموقف أثبت لنا صريحا أن الكائنات لها مشاعر حتى الأحجار والأشجار لها أحاسيس بل أثبت لها أنها تحب وأن هذا الحب فيها يخرج إلى حد التفاعل وإلى حد التواصل مع المحبوب نستفيد أذواق لا أقول ذوق واحد أذواق من هذا من الأذواق هو التفاتة النبي عليه الصلاة والسلام ومعرفة أنه عليه الصلاة والسلام يقابل من أحبه بمحبة بل إنه هو الذي يبتدئ بالمحبة ولهذا قال صلى الله عليه وآله وسلم مرة وهو جالس مع أصحابه وشوقاه إلى إخواني قالوا أولسنا نحن إخوانك يا رسول الله قال أنتم أصحابي إخواني قوم يأتون من بعدي لم يروني يود أحدهم لو رآني بنفسه وماله فهو قد سبقت محبته لنا قبل أن نحبه بل من قبل ظهورنا في هذا العالم وهو يستشرف ظهورنا وقد أوصل إلينا نسمات حبه لنا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم هكذا جبل أحد أحس بهذه المحبة المحمدية فتحرك لها فلا تظنن يا مؤمن أنك ستحبه وأنه سيغفل حبك هذا بل سيقابلك بحب على قدر قلبه وأنت ستقابله بحب على قدر قلبك الصغير وهو سيقابلك بحب على قدر قلبه الكبير عليه الصلاة والسلام من الرسائل التي نستفيدها أن جبل أحد لو نطق وتكلم لقال لنا يا معشراء أمة حبيبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم ألا تستشعرون حبه وحنانته فإنني وإن كنت جبلا جامدا إلا إنني كنت في شغف وشوق إليه أشعر بالتفاتاته ونظراته عندما كان ينظر بعينه إليه فلما جاء فصعد إليه فكأن الجبل يقول فكأنني أردت أن أخرج من الأرض كلها لأحتضنه فتحرك جبل أحد واهتز شوقا وفرحا بوصول النبي صلى الله عليه وسلم فكيف أنتم لا تتحركون ولا تشتاقون ولا يبعث الحب فيكم حركة إذا ذكر وإذا مر عليكم عليه الصلاة والسلام لذلك تجد المحب الصادق يأرق من أن يتأرق نومه تجد المحب الصادق إذا ذكر الحبيب صلى الله عليه وسلم يهتز يتمايل يطرب تجد المحب الصادق ربما انسكبت دموعه وربما اهتز وربما ارتفع صوته عاليا اللهم صلي على سيدنا محمد ربما كان جالسا فقام من شدة شوقا للنبي صلى الله عليه وسلم فالمحب معذور إذا كان الجبل لم يستطع أن يتمالك نفسه فكيف نحن البشر نتمالك أنفسنا عندما نذكر حبيبنا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم نسأل الله أن يحنن علينا قلب هذا الحبيب ويلتفيت إلينا ونسمع منه أنه يحبنا صلى الله عليه وآله وسلم من اللطائف الجميلة أن كان بعض الصالحين إذا ذكر أحد يقول سيدنا أحد وكان أهل المغرب العربي إلى العان من عاداتهم إذا ذكروا أحد يقولون سيدنا أحد ويقولون إذا جاءوا إلى المدينة يزورون أحد ويقولون هذا أحد صحابي لأنه تواصل مع النبي صلى الله عليه وسلم فتمثلوه كأنه صحابي من الصحابة لشدة علاقته برسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا ارتقت الأحجار بصلتها بالمختار فكيف لا نرتقي نحن إذا اتصلنا به صلى الله عليه وسلم من أسرار الرحمة نهلت فسمت في أعلى الدرجات جذع حنى وسلم ترجمة نانسي قنقر